وانا قلت ومنذ الملأول الدولة الوحيدة في العالم واعي ما اقول الدولة الوحيدة في العالم التي وقفت وتقف الآن الآن اعي مع الجانب الفلسطيني موقفا حقيقيا فعالا ناجعا هي الدولة المصرية كاني بقول وبلا فقر الدولة الوحيدة في العالم وأنا أعي ما أقول التي وقفت تاريخيا وتقف الآن موقف غير مسبوك حقيقي فاعل فعال بينطبق وبيطبق نظرية الحق أحق أن يتبع ولا ضرر ولا درار هي الدولة المصرية التي تدير ملفات الأمن القومي بشكل واضح ومعلن وأعتقد أنه غير مسبوك حتى لا يجيد أحد وقلت قبل كده أن هناك من فقط يقوم بحركات درامية وسينمائية ومسرحية أمام الجماهير فيما يخص القدس أي زعيم يطلع أي حد يطلع أي رئيس حزب يطلع فأي دولة من الدول إياها يطلع يقول يتغدق مشاعر القدس والقدس الأسير ونحر للقدس وإلى القدس بالملايين رايحين لحرق كل ده احنا شفناه لكن احنا في مصر ما فيش حركات احنا في مصر بنقوم بتحركات مش حركات هم يقوموا بحركات ونحن نقوم بتحركات حقيقية على الأرض لكبح جماح العدو الإسرائيلي المعتدي الإسرائيلي اللي ظلم الإخوة في فلسطين وإحنا هدفنا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرق